إذن للوقوف على أسباب وتداعيات فشل جلسة البرلمان في العراق لتسمية رئيس الجمهورية ينضم إلينا عبر سكايد من بغداد وأستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي دكتور قحطان مرحبا بكم جلسة لتسمية رئيس الجمهورية فشلت حقيقة الأمر والواقع أنه الإطار التنسيقي أفشل هذه الجلسة ولكن السؤال المطروح ماذا بعد ذلك دكتور قحطان؟ أحياء الله القناة وحبتك هذا أمر متوقع ليس بطورة دلالة على أن الإطار هو الذي فشلها بقدر ما هي أساسا تحويل كثير من الخلل ولكن ماذا بعدها؟ بعدها نعتقد أن هذه الجلسة أسست إلى خلافات كبيرة ودقت ألف يوم بين القوى المتصارعة والتاسدة وبالتالي حتى ما يسمى بالحوار أو التوافقات الآن أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة مزدودة فلا توفقات بعد الذي حصله باليوم في جلسة برلمان دكتور قحطان الثلث المعطل الذي ابتدع أخيرا في الحياة السياسية في العراق وهو طبعا مستورد من النظام السياسي في لبنان هل نجح الإطار التنسيقي في استخدامه وكان فاعلا في إبطاء وتعطيل الجلسة؟ فعلا من حد الواقع كان فعالا بالتأكيد ولكن نكون دقيقين أن هناك كثير من المقاطعين لهذه العملية هم في قناعتهم ليس بظهور مصطفين إلى جانب الإطار ولكن قناعتهم أيضا أن المسألة ما زاد فيها خلال كبير وتحتاج كثير من الحوارات وبالتالي يحسب هذا على الإطار أنه حقق ما يسمى بالثلثة المعطل المعطل وليس الضامن لأن الضمانة هنا غائبة بالمرة لأن الذي يحصل حتى بظل الإطار هو سيء كما يحصل بظل غير الإطار هل الخلال دكتور في المنظومة السياسية أم في النظام السياسي أم في الأشخاص دكتور قحطان؟ في مجموعة الثلاث في المنظومة السياسية في النظام السياسي العام في العملية السياسية في الأشخاص ماذا هذا الترابط؟ لأن هناك شيء اسمه ارتباط بقوة خارجية تسير الجهات الثلاثة فالعملية السياسية وضعها طرف دوري خارجي أطراف العملية السياسية هم مذهبيون طائفيون مرتبطون بقوة خارجية أخرى الآلية بنيت على أساس طائفي مذهبي ذلك حتى ما يسمى بالكثلة الأكبر تقرأ على أنها التكوين المجتمعي الأكبر في حين عملية سياسية يصر إلى القوة السياسية التي تحصل على العدد أكثر إنه خلال كبير لأن الترتيب أساسا الخلال في كل المنظومة وفي العملية السياسية وفي آلياتها هذه الحيلة الدستورية دكتور من الكتلة الأكبر إلى ثلث المعطل أو الثلث المعطل باعتقادكم هل سيكون المسمار الأخير في نعش العملية السياسية الطائفي في العراق؟ بالتأكيد لأنه يدلل على نقطة أساسية لأن عملية التكييف الكيفية للمصطلحات هي التي تشير الأمور هنا يسمى الكتلة الأكبر زوراً وثم المثلثة الضامنة والمعطل إذن هي تزوير شيء آخر أن هذه العملية لا تؤسس فقط لخلافات في وجهة نظر بقدر ما هي خلافات في أسس وفي توجهات ارتباطات خارجية وبالتالي نحن الآن أمام معسكرين متقاطعين في داخل العراق أعتقد أن المآلات تذهب إلى أن ننغلق الأمور وأن العملية السياسية الآن بدأت تعد أيامها الأخيرة وأعتقد أنها لن تمضي وستنتهي وستلغى ويصار إلى صيروت أخرى قد لا ترغب بها هذه المجامع دكتور قحطان فيما يخص موقف التيار الصدري يبدو أن إيران استطاعت سحب البساط من تحت أقدام مقتدى الصدر وهو ظهور نواب التيار الصدري بالأكفال المرة الثانية على ماذا يدل ذلك دكتور قحطان؟ هذا رسالة واضحة أن الأكفال علاقة بقتاله وقتله موت ليس علاقة بصراع فكري وعقائدي أو صراع برامج بين الطرفين ينصر على البرامج يحتاج إلى عقول ويحتاج إلى تطبيق للبرامج أما الأكفال دليل على القتل كما الطرف الآخر نوه إلى أن القوة قد تفرض ذاتها في هذه الترتيبة إذن نحن مقبلين للأسهب الشديد على احتدام يصل إلى الصدام البيني ما بين ما يسمى الترتيبة الشعية الشعية هذا مسمى الذي يقزز النفس بالتأكيد هل يرقى إلى صدام مسلح دكتور؟ أنا أعتقد أنه يرقى إلى صدام مسلح لسبب واحد أن الإدراك الأمريكي للعملية السياسية في العراق يجب أن تحجم القوة السياسية المسلحة التابعة لإيران ولا بد أن يكون تحجيم هذه بالطرق عن طريق جهة تحسب على المذهب الشيعي وبالتالي أعتقد أن الاقتتال الشيعي الشيعي هو سيد الموقف والأسهب الشديد دائما أقول الشام العراقي هو الذي سيدفع الثمن سواء بالدماء أو بالأموال أو في حاضره ومستقبليه ولكن دكتور المعركة التي من المفترض أن تكون سياسية وتفسح المجال لبقية الأطراف في التعبير عن رأيها رأيها هل ستحسمها بنادق الميليشيات في النهاية وبالتالي تصدق توقعات صحيفة أنديبندند عربية دكتور أنا أعتقد نعم للأسف الشديد لماذا؟ لأن ليس لدينا أحزاب سياسية لدينا ارتباطات خارجية شكلت أحزاب سياسية واستعانت بالذراع العسكري لها وبالتالي لأن الصراع الآن بين طهران وبين واشنطن أصبح لعبة صفرية فأعتقد الأغزام سوف يزجون إلى المعركة التي هي معركة طهران وواشنطن وبالتالي أعتقد الأسف الشديد عماني قلبي يحتصر حتى على الذين انخرطوا في هذه الجهة أو تلك الجهة لأنهم سيتفوعون دمًا دون يعرفون الحقيقة والأسف الشديد الشعب هو الذي سوف يدفع الثمان على ذكر الجهات التي انخرطت مع هذا الطرف أو ذاك الأحزاب السنية التي تحالفت مع مقتدى الصدر مع التيار الصدري كيف سيكون موقفها دكتور قحطان هذه أولا أحزاب بصلحية 100% ومن الحرام جدا أن تسمى بين قوسيا السنية عملا أنها أبرأ إلى الله من ما يسمى سنة وشيعة لأن سنة وشيعة مهلكة للإسلام ووحدة الإسلام ولكن أنا أعتقد أن هناك علاقات ما بين هذه القوة وبين إراءة وبين جهة دولية أخرى أعتقد تغازل إلى حد كبير الجانب الأمريكي وأن يقال أن حلبوسي ارتمت في أحضان طهران ولكن أعتقد أن الترتيبة هو أن هذه المجموعة تغازل وتوافق مع الرؤية الأمريكية ومجموعة الإطار تتوافق كاملة مع الرؤية الإيرانية وبالتالي الخلاف الإيراني الأمريكي تجسد على العراق بين قطبين العملية السياسية الحالية التي لن يتوافقوا وسيحتكموا إلى السلاح للأسف الشديد دكتور إذا سيحتكمون إلى السلاح كما تفضلت بذلك يعني موقف الأحزاب التي تدعي بأنها سنية إلى أي طرف سيميلون برأيكم للأسف الشديد جميع الأحزاب بدون مسميات وصيغ وعمقها هي أحزاب شخصية مذهبية شخصية مصلحية آنية تسير من قبل الخوة الخارجية وبالتالي ادعائهم لا علاقة بلوها وهذه دعوة لكل مسلم أو عراقي أن يعي أن هذا الأحزاب لا علاقة لها بما تسميه من جهة عراقية أي كانت دينية أو عرقية عبر اسكار من بغداد وستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي شكرا جزيلا لكم